السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمس على كل اخوان الفنيين متابعين قناة ابو الاس للديعنات الحديثة. وقبل ببدأ الفيديو معكم ده ان شاء الله بنصحكم جميعا تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان شاء الله معي الشغل الاسلامي اللي انتم شايفينه ده ان شاء الله حبيت اشارك معكم الطريقة برضك على القناة في الشغل الاسلامي الشغل دي انا مسكته بسحبه معجون هوة الفواصل بتاحته زي ما انتم شايفين كده بسحب الحلية والغوض بتاع اله بين الحلية والمد اف وما بسحبش بجيبش على الاسلامي خالص معجون عشان ما يربيش معجون معايا ويدبقك في الصنفرة ويطلع اه الفينش بتاعه مش كويس زي ما انتم شايفين معايا هوة الاسلامي دي لسه هوة على الخشب بقى زي ما انتم شايفينه بالحيط الخشب اللي قدامنا ديت اللي انا بسحب معجون اه حتيت معجونة برضك بلدي غريطة بسحيطة عشان تطلع معايا بربيش معجون زي ما انتم شايفين كده بسحب الفاصل بس اللي بين الخشب والمد اف زي ما انتم شايف كده هوة بسحب الخشب دي بسحبه كده سكينة على الماشي كده واسحب برضك الحلية من فوق وسيق بتسحب مياه برضك عشان تجي تصنفر وباتجيبش معجونة المتفرجات دي خالص عشان ايه مبوس من اوة زي ما انتم شايفين اوة انا بسحب معجون اوة بسحب الشول كله معجون زي ما انتم شايفين كده ويوانا ونمسيكه ان شاء الله ايه عن آآ صنفره اه وانش استخدمنا معجون صنفرناه المعجون بتاعنا كويس ورشنا وش مط. وش مط سنيتون علي وش مط هوا زي ما انتم شايفين هوا ومطلق التلقيطة خفيفة برضا كهيت زي ما انتم شايفين التلقيطة هوا في الاسلامي مفيش ما فيش معجوم خلص دخل في الاسلام دي. زي ما انتم شايفين بامسك بقى الاسلام كل لاته بتصنفر بصنفرة نعمة بقى تلف الصنفرة كده وايه وتصنفر الرايش كله. الوش المط بوقف اه الشعرة بتاع الرايش معاك. فانت بتصنفر بيرايحك في في الصنفرة. وبيديك نتاجة كويسة. بس اهم حاجة صنفرته برضك يعني ايه وبيتعك شوية في الصنفرة. باش هنت تطلع شغل كويس. وديه اه شغل محل احطور. اهم حاجة الفنش بتاعه والفلش بتاعه برضك بايه. ليه دور برضك. وتصنفر برضك هنا فوق قوة السينتول اكينه وقد سكينة معجون هنا. وبعد كده انا رشرته بعد السينتول رشرته فلر احمر رش الفلر احمر اللي تشايفينه دي. رشيته سامع انتوش فيديو فلر احمر طوبي عادي. وبجز عليها يوة اللي بمشت الفلر الطوبي بمشت عليه بشوية لكاية. باشرة مسنننة كده زي ما انتم شايفين يوة. بالمسدس وهبعمل صمرة الاشرة برضك خفيفة كده. باديه كده هي صمرة الاشرة خفيفة كده. نظام التفجير يعني. بالاشرة كده نظام القشرة الارض. واللي فوقه برضك كله بيترش وبيتمشت بالسفنجة. حتة السفنجة اللي شايفينها ديت بتاع الغسيل. بتمشت معاكل الشغل برضك كده بايه. لكنها قشرة مسننة. هي تمشتها خفيفة خالص بس بتدي مرق ايه اه اه نورق في الشغل وخليش عن الشغل كويس ايه بدل ما يبقى ساعد. اهو مشات تاني اللي الشغل زي ما انتم شايفينها يوة الشغل بيتمشت كلاته. كل الاسلامي بيتمشت. بتروش انت برضك اللي حتة اللي بتروشها بتمشت عشان ما يشدش معاك. بتحطوله شوية اه اه انا عامله من اللحمر واللصمر. وتحطوله شوية اه بنزيم ولو فيه شوية نفضة ولا حاجة عشان ما يشدش معاك. شغال برضك. وبردك خاني مزوده شوية مطه برضك عشان ايه لو هتلون فوقه بالسيلر او اللون ما يفوش معاك. ولو عاوز برضك تثبته في نفس اليوم تثبته بشوية سيلر او شوية اه ورنش دوقه عادي بتثبته لو بتعطرش عليما يا مجميع ولا حاجة. انا عرش راني بالا دي. شغل ورنش بالا دي نص لمعة. وبعد احنا بنمشت كده بنسيب الشغل وكلته ينشف ونسبته ونرجع تاني بن اه بن اكسده بقى بن اه بن اكسد الشغل بن اكسد الشغل جلما انتم شايفين الشغل دي من اكسد. حبيب اعمسك بقى الشغل بقى اكسده وبقى الحتة الحلية الغوطة الدوران دي بقى بقى فيها خالص بالاكسة دي. وبردك الحروب بردك الحروب ديت بردك بمسكة بحاروة حوالين الحرف كده عشان باين الكلمة بعد ما بتحطله بتحطله فيبر وراء واضاءة بيبان معيه. ودي بردك صمرت القشرة بردك بعملها بردك عليها تجزيحة القشرة بردك. بعمل واحدة واحدة يمية واحدة شمال. بتديك مل مس حلو في الشغل وطريقة الشغل. والشغل دي بعد ما تقولت لكم بردك الاكسادة بتاعته واللون. دي ورنش لميع ومط. وبحط له بضيف له ورنش واضيف له مصلب فرن عشان يشد معي. زي ما انتم شايفين هوت الشغل هوت انا برش ورنش هوت. والاكسادة اللي بقولك عليها بردك انا بغمعت الحرفة هوت عشان يبان واغد اه? تلت فوت لون كده على حمر كده خفيف. وانا برش ورنشة هوت الشغل هوت يعني بردك شغل يعني طريقة كويسة وسهلة. بس هو الاسلام بردك زي ما قلت لكم بردك بيعوز اه جهد كبير في الصنفرة وتجهيزه. وحبيت اشارككم بردك الفيديو دي بردك كلنا نستفاد منه. وبتونم اخواني كلنا اللي بيشاهدونا يشتركوا في القناة ويدعمونا باللايك. اللي يصلهم منا كل جديد ان شاء الله. واحنا قلنا بردك الهتف من القناة اللي كنا نفيد بعضنا بردك وارب يكونوا استفدتم الفيديو وانا تحت امركم في اي استفسار اي حد عليه استفسار يتركوا في التعليقات. وحنا زي ما قلنا بردك كنا بكمل بعضنا وربنا يجعل هذا في ميزان حسناتنا يا رب. وكلكم بردك اخوان معلمين واساز ده بردك. فانا اعمل الكنادية زي حالتنا اللي حسنا مبتدئين بس نعلم بعضنا عما كلكم معلمين قباط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.